مرحبا وانا ماشي في السيارة صدفت هذا المشهد اه هذا طائر السنونو خليني اه صورو اه نطلع عليه احنا وياكم هذا هو طائر السنونو طبعا شو بعمل خلينا نتابع شو بعمل ملاحظين شو بعمل بجمع طين شوف كا بجمع طين في منقارة بيجي على بقعة مي زي هيك حواليها شوية طين وبيجمع طين وباخده لمسافة بعيدة طبعا شو بعمل هذا حدا بعرف شو بعمل لايش باخد الطين طبعا اكتبوا في التعليقات رأيكم اه طلعوا هذا هذا جاي بقشي هذا الطائر جاي بقشي معه بحط عليها طين وبطير طلعوا كيف شوف بجيب كاش شوفو شوفو كاش بغرقوا في الماء والطين يا سلام شو بعمل اكيد اكيد كثير منكم عرف قبل ما انهي الفيديو اكيد راح احكيه لكم شو بعمل بس اللي بعرف يكتب في التعليقات اذا بنستنى كمان شوي هاي راحوا كل اللياتهم اختفوا لان اذا بستنى كمان شوي يرد يرجع مرة ثانية بكرر نفس العملية بس هون اللي صار انه طائر المينة الهندي زي ما انتم شايفين اجا على بقعة الماء والسنونه هرب طردهم طرد طائر السنونه بدنا نستنى كمان شوي ممكن يرجع لما يروح طائر المينة ممكن طائر السنونه يرجع مرة ثانية خلينا نستنى شوين اهه اهه تماما هذا الطائر ببني عشه من الطين فبيجي على بقعة زي هاي بيجيب كشة صغيرة بيغركها في الطين وبطير وبصفتها تصفيت هيك بيعمل منظر حلو في مخزن مهجور او براكسات مهجورة او اي مبنى مهجور بيكون امن وببني عشو هناك ملاحظة ثانية مهمة اه شوفوا كيف في الطبيعة فيش اشي عبثي اه كل اشي ممكن اذا بتراكبه وبتطور روحك هيك شوية بهدوء وتروي وتكرار اه التواجد في الطبيعة بتصير تتعلم اشياء جديدة وبصير يلفت نظرك اشياء بسيطة جدا مهما كانت بسيطة في وراها قصة زي هذه بقعة المي بتمر عنها مرور الكرام في الطبيعة لكن شوف كيف تعرفنا على معلومة ملفتة وكثير حلوة وكيف هذا الطائر بتكاثر وببني حياته بناء على هذه البقعة البسيط بتمنى انه الفيديو نال اعجابكم ما تنسوا تشاركوا الفيديو اذا اعجبكم شكرا كثير لمتابعتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة